شكرا ألف شك ما فيش شك أنه زي ما قلتلكوا السؤال الأخير ينطلق من معلومات كنا قد أكدناها لكم من قبل أنه بعض الجهات رصدت أنه تم تخصيص أكثر من 60 مليار جنيه لتنفيذ عمليات ومخططات ضد مصر إذا ما ترشح المشير السيسي لانتخابات الرئاسة بحيث يظل معلقا يعني يسيب وزارة الدفاع ويتم إفساد انتخابات الرئاسة وأكدنا أيضا من أنه المؤسسات الدولة السيادية رصدت هذه المخططات وكشفت معظمها وعشان كده هي محكوم عليها بالفشل مسبقا خاصة هنا أنه المسألة محاطة بإرادة شعبية يعني ترشح المشير السيسي محاط بإرادة شعبية لإنجاح ثورة 30-6 هي الإرادة الشعبية ليه؟ أو هذا الالتفاف عند الناس ليه؟ لأنه الناس حسد بالخطر الشديد حسد بفقدان الهوية بضياع هوية مصر وبالتالي تطلعت إلى من يمكن أن ينقذها ومن يمكن أن يعيد هوية مصر بعد أن تم اختطفها بالإضافة إلى العمليات الإرهابية التي تعيشها مصر واللي يمكن أن تستمر لعدة أسابيع لعدة أشهر وبالتالي نحتاج إلى رئيس قوي منتخب يحظى بإرادة شعبية ويحظى بشعبية كاسحة عشان كده أعتقد بأنه كل المصريين كانوا ينتظرون هذا اليوم